مشاهدين الأفضل في كل مكان طابت جلستكم وأهلا بكم رفقتنا في عدد جديد من برنامج ألو دكتور ياسرنا اليوم أن نستضيف واحد من أعملات الجراحة والطب في الجزائر جراحة العظام البروفيسور يعقوب مصطفى رئيس مصلحة جراحة وطب العظام بالمستشفى الجامعي لبنع كنون أهلا وسهلا مرحبا بك بروفيسور شكرا شكرا الاستضافة برك الله فيكم جملك تجري بروفيسور مع العمل مع العطل يعني كلها كان لابد يعني أن تقوم بها شكرا شكرا مرحبا بك شرف لنا أن تحضر معنا وخاصة ونحن في فصل الصيف وفصل الصيف نعرف أن تكثر فيه حوادث المرور تعتبر من الأشباب السلبية في فصل الصيف وخاصة أنها تصيب الشباب يعني نسبة كبيرة وتؤدي حتى الوفيات فلهذا مهم أن تكون معنا لتقديم النصائح إضافة إلى ما تقدمه في جناح العمليات الجراحية وأنت اسم في الجزائر وفي أوروبا وفي الوطن العربي نفتخر بحضورك معنا بروفيسور نعم على كل حال نعم أخي شكرا على الاستضافة ونشكركم ثاني على ما أشكركم تديرو فهده لدومان هذا اللي كي تعمPORTن واحده لفلغاليزاشن لفرماشن ميدكال كونتيني كينشوفوا لزيميسيون تاكم الطبيب يستفيد فعل الناس اللي عندهم شده كما قولي كناسس ميدكال يفهموا ثاني اللعج خاطر انفرغاريز وعملت مليح على السجي خاطر نعم 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 الناس اللي عندهم في عطلاء الناس اللي عندهم تستريح لذلك هذه المدة هذه لازم يكون في هذه المدة وين كي مكقولي رشارج سيباترية وي نحي التعب هذا كتا السانة هذه كتا العمل مالوزمان يدي درام كين بعض التجاوزات اللي تؤدي الى مالك هادي ما شنا حضروا عليها اليوم ثاني الزاكسيدان اللي يصراوا في شواطئ على البحر الغارق الزاكسيدان دولنجي نعم كان دي شوز بلينة شوز يصراوا نعم في البحر السيونية تاني لي شويتو هادل الامورة دوما نجدو تاني الزاكسيدان للا صيركولات اللي يعتبر هاجس من الهواجس ساني مؤسات في العالم كله في العالم كله في الجزائر في الجزائر ندو كالو كيمالوو قطابو بل حوزات الزاكسيدان جيتاني ليدورو الدرجات النريا اللي راهي اصبحت تراهوش غلو ستنفليو نعم ونشوفوا شباب يديروا ديز اكسيدان ولازنا عارفوا بلان اكسيدان تعالي ديرو والاكسيدان تعال درجة ناريا راهل الخطر راهو متبري بارديس على واحد اللي يكون في السيارة خاصة وأننا في فصل الصيف وفي فصل الصيف هواجس حوادث المرور يعني أصبحت مخيفة لأنها من المسببات الرئيسية في العالم وعندنا في الجزائر المؤدية إلى الوفيات إلى نسبة كبيرة من حوادث المرور حوالي يعني مليون فصل تعتاش في العالم حادث مرور يوميا إضافة إلى في الجزائر يعني نسبة تصل حتى 13 حادث يوميا وهذا كثير إضافة إلى نسبة الإصابات والإعاقات التي ممكن تصيب المواطن الكريم بروفيسور وأنتم في أكبر مصلحة يعني خاصة بجراحة العظام عندنا في الجزائر ممكن تكلمنا على مختلف يعني الاستعجالات خاصة لتنجم من حوادث المرور في الجزائر نعم على كل حال نحن متعودين في فصل الصيف العدد المصابين جراء حوادث المرور يزداد نعم نحن هذا العدد نشوفه فيه لأنه كل يوم عدد كبير من إبليسي اللي يجيونا نديروا لهم عمليات جراحية نعم وهذا الحاجة لبروميي كونستاسي كشباب نشوفه فيهم العمر ما بين 17 سنة إلى 23 سنة 23 سنة النسبة كبيرة وهذه النسبة تكبرت ولي تكبر فالسنوات هدوما الأخيرة الأخيرة العشر سنوات الأخيرة عندهم علاقة كما نقوله علاقة مباشرة مع الزاكسيدون ديرو الزاكسيدون تعد درجات النارية لنشوفه فيهم عدد كبير ولنشوفه كيفاش الناس راه تقود هاد هاد الدرجات النارية وهاد الشباب هادوما راهم يكون عندهم إلا ما توفاش بعد هاد الأخصيدون هدايا راهوا إعاقات كبيرة مزمنة وديفينيتيف بازم نعرف باللي أن أخصيدون ليديرو واحد وهو يكون في الدرجات النارية الانباكت والخطر راهو متضاعف على عشرة عشرة نعم لأنه واحد يكون في السيارة راهو محمي راهو إليه تالانتيريور كين ديرو كين حماية كين حماية كين حماية لكن واحد ليكون في الدرجات النارية راهو إليه لإكستيريور تحويل كين حماية صحيح صحيح أي حماية صحيح تحويل نحن نحن نجمع درجة نحن 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 تركيز بعد ذلك مجدور لأن نحن 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 نعرف يمكننا أن نراه المرور كين حوالث المرور يعني الثانية نشوفوا بلي مرش محميين هاد لي هاد لي جان هادو ما يرهم بلي سكوتر يرهم بلي بلي موتو ميلي بسوش الكاسك ميلي بسوش دي تونيو سبيسيال للي بيكول تحوم نيبا سيكوريزي شوفوا صور يعني تحوض يشوفوا هاده 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 سرعه هاده 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 ديقه هاده ماتيريال تحاد لفيكول هاده 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 ما كيس هوتوه مع تترابليجيك أو إعاقات على الممبر ما يريدون أن يكون لديهم يجب أن يكون لديهم 17-23 سنوات ما هو عبء عبء للروح كبير على المجتمع على العائلة على الوطن هذا يجب أن تكفلوا بي هذا يجب أن يكون لديهم هذا الأمر يجب أن نعود أن نقول هناك قانون احترام قوانين لكن قانون وقوانين هذا يجب أن يكون ريزقا المكسر وهذا يجب أن يكون مستفيدا وانا يستخدقنا السفر لكن يوجد الرمحة يجب أن يكون لديهم وذلك وإنهاء أفضل وإنهاء إنه الوظن وإذن لا يمكن أن يكون في حالة فعلا وتزيد في فصل الصيف هذا التدهور يزيد في فصل الصيف لأسباب متعددة وعديدة نشوفه كذلك الإصابات لتنجم من حوادث المرور في هذه الصور نشوفه لكل حال لازم نعرفه بالحوادث المرور ليس مشكلة مع الأعضاء لن يوجد أن يكون الأرثوبية نعرفه بالحوادث المرور وعندما تتواجد الأرغان النوبل نحن نعرفه بالحوادث المجروح يقدر النزيف يقدر لارات يقدر دماء وكل الشهر وهذا ما هو ما نسمع البرونستيك فيتال الذي يتنججه نحن نعرفه بالحوادث المرور لكن نعرفه بالحوادث ونحتوي نجوز يدير عملية جراحية على رأسه أو يدير عمل جراحي على صدره أو يدير عملية جراحية على صدره لن يحن نرجعه على المسجر ونقوم بإعجابه أوستيوسنتز سوف نحن نمنح بسيطة التأثير لماذا؟ هذا الإصابات المسجر رابط نحن نشوفه الحبل الشوكي نعم نعم شلل الشلل يمكن يكون تجابه الأطراف والجهد يمكن يكون غير ترف الأطراف نعم لنرى الصور دائماً مع المخرج تفضل وصل نعم نعم الفرacture ثانية غراف نعم نعم هذا مات خاطرة لأنه يوجد يوجد لتحقيق الإقصار لن تقدر لو أنه يمكن إصبع أو إصبع وإسنه الملف هذا هذا كما نصرحت بشكل سمع. كما يستمرون عن حيندياً. ولكن القمر يPST تحديد قبل الأخطاء المنزقية. يعني إنه لدينا سينقويات عن سبب المنزقية. ها نستمرون عن المشاركة المنزقية أمثلة. ترجمة نانسي قنقر هذه المدابيات التي تسمح لديها أخي نحضر عن هذه المشكلة لأننا نشاهد الترجمات المهمة تشاهد المهمة عندما يكون المدابيات المهمة تدعون بعض النقاط لكنهم يتعادلون يتحركوا لتجلبوا المصاب من المحاول فهو يمكن أن يكون هناك فرقشة في راشس التي لا تكون مقالية و لا يساعد المالي بنيا لدينا جدًا بشكل مرحباً ونستطيع أن نكون مددًا في الشلل هذا النداء مهم جدًا ماذا بيه المواطنين اللي رمي سمعوا فينا ويمكنهم المشاركة عن طريق الهاتف سيظهر رقم الهاتف يعني اسفل الشاشة هذا المساج يلي امبوكتن لا امبوكتنة من يمكن أن يكون مجردًا مواطنين اللي رمي قد افضل المعارضة من مهاتفين لذلك يجب أن يكون هناك فرقشة لأيضا من يجب أن يكون هناك فرقشة لا يجب أن يكون هناك فرقشة السمممين هؤلاء الأشياء له أفضل المعداء مما يكون المعداء في حلقة ما يحتاج إلى المتابعة هناك وخائب أو الملماء أو المساعدة ثم يؤمن المساعدة سيطرون إلى مبة وعندما يأتيمون وعندما ترخبط الأشياء المعنى المدينة المدينة سيطرون إلى مبادرة العنوان يجب عليك إستمرار يعرف علينا المقابلين في المقابلين في الوصف الوصف وليس كم اغرباء الحقيقي لا يدعنا الذهاب في التقاط بين الحقيقية هناك معلومات الممكن أن يكون مرحل الى المنطقة للحصول على المساعدة المساعدة لن تقضي المشاعدة المشاعدة. هناك لدينا شعر العشيس. هناك لدينا الإساعدة المشاعدة المذائية. لما يجب أن نعرف المشاعدة، فهي برضى أظن أنه يجب أن يجب أن يكون لدينا المشاعدة. قاعدة لبعدها. هذا يجب على الاخرى بقى. يجب على الانتظار الآخر. هل يقف على الاخران في وجهه في الانتظار آخر؟ في الانتظار الآخر, يجب على الانتظار الآخر. اذا كنت أسرعها اذا أشترك الآخر. ولكن بسبب اللغة اللغة ہیں لأخي سيدHHك العيدة. ولكن بسبب اللغة العيدة، تلقى الناس يتعرضون على الخطر وتلقيت بلوكي لسيكور اكزاكتما دوك الناس قاعدة تحبس أو لابندة أرغانس مدالوهجبوريين لابندة أرغانس فالي هذا مهم جدا يعني التحسيس وهذا نداءنا يعني احنا كأطيبال هنا نشوفوا النسبة الكبيرة حوادث المرور ونسبة الإصابات اللي ممكن تكون إصابات خفيفة لتأدي فيما بعد المضاعفات وحتى الوفاة يعني لكي يكون التدخل غير صحيح يعني غير تبي فالي هذا مهم جدا كذلك التحسيس والتكوين الحماية المدنية اللي هي للأخمر الجزائري الجمعيات يعني كل هؤلاء عندهم دور في تكوين حتى المجتمع المدني ودركة بركة وثانيك حاجة مليحكي هدلت على هذا الكلام الناس راه يتخمم باللي ما نو كي نعودوا نقول لك لكي يكون لكي تحسيره ندخلوه كم أمودل أبليغاتوار دي سيكوريزم مهم جدا مهم جدا نتانيك لازم تنك تقالي فيكول مديرن عندهم تنك لاتروس لاتروس دي سيكور حتى الوضعية داخل حتى الجلوس داخل السيارة عندو أهميتو كي مكان حزام حزام الأمن زمان ما كانوش الناس يدرو حزام الأمن يحمي الحزام الأمن يعني شوفونا الإنسان غري يدخل السيارة تاوحي هو يحمي الإنسان من إصابات نعم خطيرة نفس الوضعية داخل الجلوس سفنا في الصورة قبلة يعني قاعد مكروازي يعني اللي جون بتاعو وهذا ما زي دو ثانية زي دو ثانية زي دو ثانية إكزاكتما لزنفان الأطفال لازم يكون عندنا تناش نسنا بش يكون في السياجة ودركا كي لأبليغاتي دي سيكوريتي مهم اللور الطفل الصغير يلاحبس واحد بريطالما دي سيارة بريطال هاوهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هذه التي تسمع لها جيدة من الموضوعات الموضوعات يتبعون بحرالات الموضوعات موضوعات الموضوعات يتعلق أموضوعات الموضوعات لكن إيجابت على سن نهاية لأنه يتبع بسرعة من الموضوعات لكن يتبعون ما هو هناك كثيرا يجبون أن يكون هذا الناس لذا يكون يحيطون الوقت لكن في الأغلب الناس هناك بعض الشباب الذين يحقونون وعندهم على التعارف المواطنين الذين ينقلونهم معهم فهو يذهب ويذهب إلى صباح وصباح يجب أن يذهبون بلدك يجب أن يجب أن يذهبون بلدك لأنه ينرغى الله الأول ينرغى الله الأول يلايب الله الأول الجهة لذلك المعدة يتواجد بذا الشيء يتضعي فهي يحب في الشركات في كل منه يتكرم هل يكون الشيطورو ليس لديه ومثلين كان بعض الأنزيمات و بعض الهرمونات التي تفرز لابد أن يكون الإنسان تخضع الوقت التعوير. هذه الثانية تخضر على السيزن استيفال. الناس يتصار في الليل. نرى 12 تعليل وحدة تعليل وزوج تعليل. ربما في بعض الأحيان نعمل ولا نخرجها في الليل. نرى الناس ما زالها بالراب بالأب. نحن نرى ريبورتاج خاص بالحوادث المرور ثم نعود للحديث. ارتفاع عدد حوادث المرور خاصة في فصل الصيف. أرجعه المختصون إلى عديد العوامل. أهمها غياب الثقافة المرورية للعنصر البشري. نقص التكوين نهيك عن الطرقات التي تفتقر لأدنى متطلبات السلامة المرورية. ومن بين الأسباب لي اليوم خلت هذه الحركية كبيرة في الطرقات. نعرف من العطلة. نعرف من الموصيب السياسة. الأطراح. المناسبات. يعني كل هذا الشيء يجعل دائما هناك حركية كبيرة في الطرقات. من بين الأسباب الرئيسية تحول المرور. أولا نعرف من العامل البشري. وفي ظل هذا الارتفاع المخيف لحوادث المرور. ترتفع الأصوات من أجل المطالبة بضرورة العمل برخصة السياق بالتنقيط. لما فيها من مؤشرات الأمن المروري. لاحتوائها على شق ردعي. يجبر المخالف على دفع غرامات مالية. وشق بداغوجي يعيد رسكلة المخالفين وتكوينهم. نشوفون نسبة كبيرة ونشير أن الحماية المدنية أعلنت عن تسبب حوادث المرور في عام 2023. ما زال مع النشرة الإحصائية تاعة عام 2024. لكن في عام 2023 كان فيه مقتل 1836 شخص. وجرح 78.597 آخرين. يعني شوفوا نسبة الوفيات ونسبة يعني العطوب المختلفة والمتفاوتة. يعني أصبحت هاجس منها واجس الصحة العموية. نعم أخي حميدي. هذه نسميها كما قلو سيدي شفر دو غير. نعم. فعلا. وللعلم أن الجزائر تعتبر من البلدان الأولى يعني في ارتفاع نسبة حوادث المرور. نخضو مكالمة من المواطن الجزائري. يا ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أنت في عمرك أنت في عمرك 65 سنة أنت في عمرك لم يجد التوغير في لزاني كاين أين تصلت تحولها؟ في الوحيد البيشة في فرنسا في فرنسا ومع في عمرك أفضل قومت بالمعمر ومع كنت أتاك؟ أسئل구나 كنت أستطيع أن يطلقون يعني فقط أرادنا وزرعنا أنه يُ pitching للحزيات حسنا لبيعلك إن المجال حين أنه في 2005 فلبيعن الخاص بها يتعلم إلى خلالاته و تعرفة هذه الناس موسيقية صحني معلش هذه المقضيات إنسان محضة أتخذنا نسمحك نعم أتخذنا نعم هذه المقضيات انسان هذه المقضيات إنسان إنسان المواركي يبقى عندك هذا. نحن نقول لك الجراحة المفاصل استبدال المفاصل ليس سهلا. استبدال المفاصل ربريز ليس سهلا. نحن نقول لك يجب أن يدرس الملف لك يشوفوا الراديو يشوفوا الراديو ويشوفوا ويعطينا فيها إيجابة ليس لك إجابة كما قلون يجب أن نعرف ويجب أن نعرف ما من المفاصل يجب أن نعرف يجب أن نعرف يجب أن نعرف مفاصل لكن يجب أن نعرف لأن المفاصل أمور الأخرين لأن الأعدام مالا تكل ذلك لديناوا مخبضة يجب أن تتخل في الديتاي لدينا ما تتخيل لدينا منتطابة مثل هذه التجارة لدينا أجتائه لدينا أخرى أيضا لا يمكن أن تبليد أنه لا يفرق عيات دائما لدينا لدينا برات أيضا مونا نبلي لدينا مخبضة لدينا لدينا أيضا لا يمكن أن نصل لأسفة كثيرا كذلك طالب يجب أن تذهب إلى المسلحة لقد أخذت البنائك هنا. أخذت البنائك هنا. أخذت البنائك هنا. سمح لي. لا تدخل في هذه الأمور. لا تدخل. تأخذ الميلف لك. في الوصف. يرى الجراح يدرس هذا الميلف و يدخله في الكولوج. لا تدخل. الجراح لا يدخل. الآن سوف ينمعنا على الوصف. هناك نتواجد في الكولوج. قد نجتمعه على الأسات الضالة. و يجب أن يكون لدينا الريانيماتور. يرى هل نقدر أن نحميد هذا البروتز و هل سأكون هذه البروتز؟ أو هل لا موجودة؟ إذا لم يكن موجودة. إذا نتصل بمصلحة المستشفى القارب منك. المختص في العظام سوف يجبك بعد ذراسة الميلف. و يأخذك بعين الاعتبار. يمكنك الاتصال بينه وترك الرقم التاعك عند المخرج ثم رحينا ننديه لك فيما بعد شكرا جزيلا وصلوا مع البروفيسور يعقوبي فيما يخص حوادث المرور دائما نقولوا نتكلموا كذلك على خاصة عند شباب ما بين 18 حتى 29 سنة رأي نسبة كبيرة من الحوادث في الجزائر والإصابات مختلفة يعني تبدأ من إصابات الرأس يعني الجمجمة والمخ إلى غير ذلك إلى الإصابات الأخرى ونشوفوا أن أغلب الشباب يعني ما فيهش حماية نعم هذه على كل حال الأكسيدان كما يقولوا الناس الذين درسوا هذين الأكسيدان كما يقولوا الناس الذين درسوا الناس الذين درسوا الناس الذين درسوا الناس بالتأكيد من الموتى الموتى يجربوا يقربوا الإنسان إذا نأتيكم بإشتاكات المترجمات للإيبان هذا تأتيكم ب lige قادم هذا ما شاهدت الشهاري هذا مهمبس نعم لا يظهروا على ما كنت المترجمات ما كنت هذه المترجمات لا تجد أن تكون مختلفة لا تجد أن يكون المترجمات ولا تجد أنه يكون المترجمات ومعاثقة التنية ومعاثقة إشتماعات التغتية وهو يجب أن تكون يوجد أشري لستهيضا لحب جانب لحظة لحظة ونهتطى جانب علم الترس���ات لحظة حظا تبراح لحظة تقوير موتو مالبناش سيكوار ماندهاش ماتبانش موتو ماتبانش عندها غير الاخر وسموه ومتعرفش منين يجيك ويزيدي كلاكسوني انا شفت حالة في هدي حضرتها كنت في الطريق اندام يعني تسوق في سيارة تحها جا قدامها يعني كلاكسوني لقرب فودانا مسكين ما عرفتش وشدير طلعت فوق طريقها يعني بس شوف وقعها كانت تفيده هكذا هكذا فبقا لأنهم قالوا أنهم في مكان المغلق هو الجزائي ليس كذلك ومن المشروطة الشياء تكيد أن تنتبق على وجه مهومين قوانين يجب أن يكون الرضع في مثل هذه الحالات حماية له أو للأشخاص الموجودين في الطريق كوارث نشوفها يوميا هناك شيء يجب أن تسمحني أخي دكتور حميدي هي نفس الأشخاص أنا غير كما كان شاهدنا دوت روافو أخي دوت روافو عوجة ما لدينا عليه كيف سألتوا قتلوا كيف نفعله معك قال يا طبيب هل تعرف الأدرينالين يعرف الأدرينالين قال نهاردوك الأدرينالين تعرف تعرف السؤال سألت أخير هناك شيء يجب أن تسمحني أخير إضافة هذه نقطة مهمة تعطي المخدرة تعطي المخدرة قال نعم فإنه المباً؟ لما يبدأ.... وهو الكثير من المعارات المعارفة هل تعتقد أنه يطاقع Utah؟ لئيه أنا لا إطاقع ما يطاقع أحده أحد أنه الكثير من الوضع لو Case فردي بإصلاحك ومثالي بطاقة الناس إنه يطاقر أبطئ للمنحات الادواجد ومطاق أنه يساعد هل يمكن أن يقول لك مكتوب قدر ربي يعني الإنسان يروح للموت بيده ولا يروح يقتل غيره بيده لأن مثل هذه الأشياء ما روش يتسبب في الحادث ليه فقط لكن كما قلنا وتكلمنا سابقا يعني حادث مثل هذا ممكن يؤدي عدة أشخاص يعني إلى ما لا يحمد عقبه نخضو مكلمة أخرى ألو ألو صباح الخير صباح النور السلام عليكم أهلا وسهلا مرحبا بك الأخ قماري طيب مرحبا بك سي طيب مرحبا بك أهلا موليز بورا برج خريس أهلا مرحبا أنا عبيت نعرض عليك للواقع عن تائك في أسرع فضل أنا طحت في العمل أيوا في الطابق الثاني حادث عمل نعم أروح أهلا هو صراع لأخو الأكسيدو في النخاع الشوك أيوا فضرت لبروش في المستشفى تزيو الزوف أيوا نعم ذكر عندي نصف شلل أيوا نعم أعرضت على طباء في الخارج وضع ثلاث طرق الثاني لكن أقول لي ليس مقطع النخاع الشوكي قلت كسل أهلا أحبت أن أستشير الدكتور كيف أشل أنت عندك شلل كل لا نصف نصف شلل نصف ني عندي غير رجلين ما يتحركوش الرجلين ما يتحركوش نعم لا لا نصف نصف فقط نعم 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 لا نصف لكي أتحركوش أعطيك فكرة فقط لكي أتحركوش نعم نعم نحن نحن نستطع كما أنه بالهاتف بالهاتف لكن نحن نعرف ما 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 ويأتي أنت للمساقطة الحبทية السنوزية. لكن في الهدف بالطبع هو أن ينفقني نتقل إلى نتواجه والسلمة على المطابعة يجب أن يكون في حيث connaيراد الحبيب ويكون هناك توفاجه من المصالح ويكون بعمل المصالح ويكون هناك من استعمال الحبيب ويكون هرية الإنسان نعم، نعم سيدوزو شبتر يونيفرسيتار، جراحين، اساتيدا، معليه غير يروح للمصلحة اللي يدار فيها العملية، والطبيب التاعه، بيانسير، باپا بنادي سيزان واحد دوره، وعندو شافت سيرويس، عندو دي بروفيسور معه، ميتو، هم يعطيولو، يعطيولو إكزاكت ومود كوي ساجي، فعل، نازم عرفوا بلي كن حالات، قالك تركوا مننا كين حالات وينشال ديفينيتيف رغم أن كثير من الناس دائما المرض يبحث دائما عن الشفاء من حقه ويروحوا يتنقلوا كين وين داروا كين شوفوا للأسف شديد دائما نقلوا الرجوع إلى الأطباء الحمد لله عنا أطباء من ألماء في سواء جراحة العصابة أو الإختصاصات الأخرى دراسة الملف يأخذ رأي الطبيب ثم يأخذ القرار فيما بعد ماشي حكذا قلونا الترك ولا قلونا الإسبان ولا قلونا أي بلد خطر هادوك يوعدوا يوعدوا بالأمور وعلى الباكو بسحتوا يبع داروا في حالة ممكن يعني تعود ترجع إلى وكاة محمد ترجع إلى وكاة ما قلونا الإخوة نعم نحن دائما نحذر من هذه الأعمال الأعمال فالأخ الكريم نقول لكم ممكن تعود للأستاذ المختص في جراحة العصاب وفي أمارض العظام في مستشفى تيزي وزو ويعطيك يعني يدي لك تقرير يعطيك يعني الحالة تاعك يأكد لك هالحالة تاعك ممكن علاجها أو لا يمكن علاجها إذا كان ممكن علاجها واش هي المصلحة اللي تقدر تاخذك ومرحبا بك احنا نعاونك ممكن حتى مشكل شكرا جزيلا إذا نواصل في الموضوع ونشوفه حتى يعني نخفف شوية على المشاهدين الفضيل رحوا إلى شاطع من شواطع الجزائر القدوس وبعض المصابين بمختلف الإعاقات يعني ذوي الاحتياجات الخاصة وفرحتهم الكبيرة لما يعني الشاطع هي ألهم الفتح الأبواب للمتعة والاستيف نشوفه مع هذا الرابورتاج سعيدة وعبد العزيز وغيرهما من ذوي الاحتياجات الخاصة لم تسحم الفرحة بعد أن زاروا شاطع القدوس شرق العاصمة من أجل الترويح عن أنفسهم والاستجمام خلال عطلة الصيف بعد أن خصصت وزارة التضامن الوطني شواطئ لهذه الفئات تتوفر على جميع الظروف التي تسعدهم تتوفر بحر تتوفر بحار تتوفر بحار whales 전ppy عشبكي الحال إبراهيم شوفيها أبراهيم شوفيها أبراهيم شوفيها أبراهيم محكيلي بجد جد تتوفر بحار م Belle ممرا هه شوفت được الحال وعمت حامت بعد طعوم بعد طعوم بعد النعوم جيت للبحار شسون فراحت أشون imal شين الوزير شمتها وعمتحان ممرات مجهرة ممرات مجهزة وكراسي مكيفة بالشواطئ ستخص لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تسهيل وصول هذه الفئة إلى الشاطئ للاستجمام والتمتع بحقها في الترفيه على غرار باقي فئات المجتمع هذه الكراسي التي تساعد ذوي الهمم على الولوج أو الدخول إلى الشاطئ واختنام فرصة الاستجمام مثلهم مثل باقي الأشخاص الأسوية هذه الكراسي يعني العوامة لشيز فلوتونت لأنهم لما يدخلوا البحر يعني يطفوا هذا الكرسي على سطح البحر مبادرات استحقوا الثناء والتعميم لباقي ولايات الوطن بعد أن خصصت العاصمة 14 شاطئ لهذه الفئة جميل جداً سيعقوب لما فرحوا هذه الفئة لأغلب الحالات من هذه الفئة هي ناجمة من حوادث المرور أنا طبيب quien شوف هاد الامر قول بارك الله فيهم الاسلامي ديرو هادل يعتو هاد الهمية النسلي رببما سي قريد دل روح لربي دلان عقصيدن ويجب تلقى إلى اللحاك بشراء ومعارلات وغايا بك حلاص حلاص مازل العود وعاشاء حلاص مازل مزيز على اللحاك بشراء حالاك بس بالتدخول عندهم استخدامية الهدفع de جربة QR تشبط لبي حقود إن تروقت الاماكين على السترسنة والبوس الذي يحبط لكي تستطيع الانديكاب ويوجد التعويض ويوجد في المترو ويوجد الاسسنسور نعطيه هذه الأهمية هذه الفئة هذه الفئة نمسؤولين عليها نعم جزائريين تاني نعم بلادهم هذه من حقهم يكون عندهم الموين باش يعيشوا مكرمين معلززين مبادرة جيدة في هذا الصيف يعني من هذه الشواطع القدوس وشواطع أخرى نحن نتكلم نقولك لي في الأخير باش نختمه أن هذه الفئة تجي للمستشفى وتطلب أن تقوم بالتحسيس وتقول كيف كنت أنا وكيف لازم ننصح الناس نعم هادو من الناس اللي قدر ربي سبحانه وتعالى اللي رام في شلل رام في حالة عشلل كيف يشوفوني في تلفازة أنا وكيف يشوفوني في تلفازة يجيو عندي قولي دينة معك باش لحضراتي عكحنا يشوفوني في تلفازة يشوفوني في تلفازة يشوفوني في تلفازة يشوفوني في تلفازة كيف يشوفوني في تلفازة كيف يشوفوني في تلفازة في الموسم القادم شكرا بروفيسور يعقوبي إلى ذلكم الوقت نقول لجميع جمعة مباركة دمتم في صحة جيدة إلى ذلكم